بدأ رئيس الصومال محمد عبدالله محمد اليوم زيارة الى ايريتيريا تستغرق ثلاثة ايام في محاولة لتوطيد العلاقات مع اسمرة وقال متحدث باسم رئيس الصومال ان القضايا الاقتصادية والامرية سوف تتصدر جدول مباحثات عبدالله محمد مع نظره اسياس افورغي تعد هذه اول زيارة لرئيس صومالي الى ايريتيريا منذ حصولها على الاستقلال عن اثيوبيا ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ نحو 15 عاما اشتركوا في القناة